الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداهما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين أيها الإخوة الكرام في الآيات التي سمعناها قول ربنا جل جلاله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث هذه قاعدة قرآنية عظيمة ينفي فيها ربنا جل جلاله مساوات الخبيث بالطيب الخبيث ما تكرهه الطباع السوية والأنفس السليمة لرداءته لخساسته لقبحه ويكون ذلك في الاعتقادات في الأقوال في الأعمال في المكاسب في المطاعم في المشارب في المناكح في غير ذلك فلا يستوي الحق والباطل ولا يستوي الهدى والضلال ولا يستوي الكفر والإيمان لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار هذا كله لا يستوي ولذلك ربنا جل جلاله دائما في القرآن ينبهنا إلى تخير الطيب الطيب من الأقوال والأعمال الطيب من المكاسب من المطاعم يقول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال المفسرون الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات ما تخرج إلا من أفواه رجال خبيثين وبالمقابل الكلمات الطيبات ما تخرج إلا من أفواه الطيبين وربنا جل جلاله يمتن علينا فيقول اليوم أحل لكم الطيبات ويمتن علينا فيقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وفي آية أخرى الله الذي خلق السماوات الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إلى أن يقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ويأمرنا جل جلاله بأن نأكل من هذه الطيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ويأمر الرسل كذلك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول جعل الله الدور ثلاثة دار ليس فيها إلا الخبيث هي مأوى الخبيثين وهي النار ليس فيها شيء طيب قط ودار هي مأوى الطيبين كل ما فيها طيب وليس فيها خبيث قط وهي الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ودار مشوبة فيها الخبيث وفيها الطيب وهي هذه الدار التي ابتلان الله عز وجل بها فربنا سبحانه يأمرنا بأن نتخير قل لا يستوي الخبيث والطيب ثم هو سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى الكثرة تميل إلى الأغلبية فيقول جل من قائل ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو كان الخبيث كثيرا الخبيث الناس الخبيثون أكثر من الطيبين كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكما قالوا إن كثيرا من الناس لفاسقون وكذلك الاعتقادات الباطلة الآن التي يتبعها الناس من يعبدون الأحجار من يعبدون الأشجار من يعبدون الأصنام هؤلاء جميعا ما أكثر عددهم وما أعظم أثرهم السيء على هذه الدنيا وبالمقابل أهل الحق ليسوا إلا قلة قليلة ليسوا إلا عددا يسيرا فربنا جل جلاله يأمرنا بأن لا نتقيد بهذه الكثرة يا أيها الإخوة الكرام إذا كان الخبيث مذموما مقبوحا ينبغي الحذر منه فإنه ينبغي الحذر أكثر فيما يتعلق بالمكاسب لا بد للإنسان المؤمن أن يميز في كسبه بين الخبيث والطيب ولذلك يقول بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الإثم والشيطان فشوبوا بيعكم بالصدقة لأن البيع غالبا ما يخلو من غش ما يخلو من تدنيس ما يخلو من باطل ما يخلو من أيمان فاجرة كما قال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق وإن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين فربنا جل جلاله يأمرنا بأن التمس ما كان طيبا من المكاسب وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يحذرنا من الحرام من الخبيث يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكل هذا الخبيث مانع من إجابة الدعاء يذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ويخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن أكل الحرام يجعل على البصل غشاوة يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أأكل من حلال أم من حرام وأكل الحرام مانع من ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة ومن غشي أبوابهم أو لم يعشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعدهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة ألا كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وكذلك أيها الأخرة الكرام أكل الحرام يجعل الإنسان ما يستطيع أن يميز الخبيثة من الطيب يجعل على قلبه ذلك الران الذي تستوي معه الأشياء عنده فلا يميز خبيثا من طيبا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يتكسب وفي كل يوم يأتيه بطعام أبو بكر قبل أن يتناول الطعام يسأله من أين من أين هذا الطعام في يوم من الأيام استبد به الجوع فبادر إلى الأكل فقال له الغلام كنت في كل يوم تسأل فقال له أبو بكر والله ما حملني على ذلك إلا الجوع من أين أتيت به قال له الغلام تكهنت لقوم في الجاهلية يعني ادعيت لهم معرفة الغيب فجعلوا لي جعل وما وفوني إلا اليوم معلوم بأن هذا كسب حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ثمن الكلب خبيث وحلوان الكاهن خبيث هذا الذي يأخذه من يدعي معرفة الغيب فينظر في النجوم أو يخط في الرمل أو يضرب بالودع أو يقرأ الكف أو الفنجان أو يفتح الكتاب كسبه خبيث فأبو بكر رضي الله عنه أدخل أصبعه في فمه وما زال يتقيأ يشرب الماء ويتقيأ فقيل له يا أبا بكر إنما هي لقمة قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها لما؟ لأنهم رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن صفاء القلوب واستيابة الدعاء وتحقيق الرجاء والقرب من الله عز وجل منوط باجتناب الحرام لما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مجابة دعوة قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك يا سعد يا سعد أطب مطعمك تجب دعوته ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم استجب لسعد إذا دعاك ولذلك سعد رضي الله عنه حتى الصحابة كانوا يخافون من دعوته ولما خرج رضي الله عنه إلى القادسية إلى المعركة مع الفرس وأصيب بمرض أقعده عن القتال اعتذر للجيش اعتذر للمسلمين بأنه مريض ولا يستطيع أن يشارك في القتال فكان يوجه المعركة من مقصورة واحد من الناس ممن طال لسانهم وقل من الله خوفهم ذم سعدا في بيتين من الشعر قال ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصمه يعني معصوم من القتل ومن الجراح فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيهم يقول كثير من النساء ما عاد لهن أزواج قتل أزواجهن أما نسوة سعد فزوجهن ما زال حيا باقيا وهو ظالم في هذا الكلام فإن سعدا رضي الله عنه أول مرما بسهم في سبيل الله وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه قال له ارمي فداك أبي وأمي وهي رتبة ما نالها غيره رضي الله عنه لما سمع سعد كلام هذا الرجل قال اللهم اقطع لسانه ويده فجاء سهم غائر فأصابه في لسانه فأخرسه والحمد لله رب العالمين ثم جاءت نشابة فقطعت يده وعراح الله المسلمين من شره يا أيها الأخوة الكرام من أراد أن يكون مستجابة دعوة قرير العين طيب النفس فليتخير في مكسبه ما كان طيبا وليجتنب الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أسأل الله أن ينفعني وإياكم